مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم في هذه الحلقة ماذا يفعل السائحون السعوديون في تركيا السعوديين جائع مجلس عب تركيا ليه من اجل الخمور من اجل شواطئ العرا هذه هي الصورة السائدة التي رواجها الاعلان لكن مركز الملك فيصل للأبحاث اجرى دراسة انتهت الى نتيجة عكسية ان السعوديين جايين كي يقيمون في بلد اسلامي ولا بيرحوا عند الشاطئ العرا وفي حدود علم ان ما فيه شاطئ عرا ولا عند الخمارات ولا هذا الامر الدراسة كانت صادمة جدا وفيها نتائج غير متوقعة بداية انه يجري بحث عن السعوديين القادمين لتركيا دي مسألة فيها علامة استفهام كبيرة لانه في حدود معلوماتي وممكن يكون غلطان لم يجرى بحث عن السياحة السعودية في امريكا او السياحة السعودية في بريطانيا او فرنسا في حدود ايه معلوماتي لكن طالما تم بحث الامر فعلم انه سوف يتخذ اجراء او قرار او ما الى ذلك بمعنى ايه امريكا عندما تدرس الاخوان المسلمين فعلم ان هي بتدرسهم كي تعرف نقاط قواتهم ونقاط ضحفهم يعني فيها تعمل حاجة واسرائيل وكده احنا بقى ما ندرس حاجة لا ندرس عسكر ولا اخوان مسلمين ولا اي حاجة بأي حاجة لكن هم عاملين مراكز ابحاث يدرسوا كل حاجة كل كبيرة وصغيرة ما قالوش والله السعوديين راحين شو بقى السعودية الحكومة السعودية دي حكومة ألسعوه شو الله السعودين راحين السعودية اه اصلي هناك بقى الشواطئ والميوهات ويتطراجوا على الايه على الستات في الميوهات ولا النسوان اللي بتوع الميوهات لا 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 فأجريات الدراسة فتبين من الدراسة انا اقول نتائجها انه تركيا وفقا لاخر احصائية يصلها سنويا نحو اربعين مليون ساعة من كل دول العالم منهم تلاتة مليون عربي يعني نسبة تسعة في المئة تقريبا يعني ومن التلاتة مليون عربي منهم ربعمائة الف سعودي يعني تقدر تقول تقريبا ان من كل ستة عرب من كل ستة ساحين عرب يأتون الى تركيا من بينهم واحد سعود واحد سعودي والخمسة الاخرين من جلسيات الاخرى وقالوا رغم انه السياحة السعودية مقارنة بالدول الاجنبية اوروبا وروسيا وهؤلاء قليلة لعين تبيعات التركيا ربعمائة الف سائح سعودي من اجمالي أربعين مليون سائح من اجمال أربعين مليون سائح يعني بتتكلم ان السائحة السعودية لا تمثل اتنين في الميت يعني من كل ميات السائحة تركيا السائح اجنابه في تركيا منهم اتنين سعوديين فقط هي نسبة يعني بسيطة الا ان الدراسة قالت انه السائح السعودي بينفت في اليوم في المتوسط خمسمائة دولار 500 دولار مقابل أن السائح الأوروبي ينفق في اليوم 50 دولار فقط يعني السائح السعودي الواحد يوازن أو يساوي 10 سائحين أوروبيين يعني السعودي يوزن 10 من الأوروبيين هو ما وضحش أوجه الإنفاق لكن أنا في اعتقادي أنه بسبب أن السائح السعودي بيأخذ تاكسي ويذهب إلى المكان الخلان أو بيذهب مثلا لو هو مثلا في أنقرة وسيذهب إلى كابادوكيا يمكن يستأجر سيارة خاصة السائح الأوروبا ممكن يذهب بالإتوبيس فلما يذهب بالإتوبيس الإتوبيس بـ 50 ليرة وخلصة لكن لو خدت سيارة ممكن تدخل في 1000 ليرة فيبقى بقت التكلفة 20 ضعف وهكذا ممكن تركب الإتوبيس في اسطنبول بـ 2 ليرة ونصف ليرتين ونصف لكن إذا خدت تاكسي ممكن يكلفك في نفس المسافة 70 ليرة تمام وهكذا طيب الدراسة قالت السياح السعوديين هؤلاء عندما يأتون ماذا يفعلون فتبين قالت أنه 400 ألف سياح سعودي 350 ألف منهم تخيل ويعني 50 ألف بيروحوا في مكان و350 ألف بيروحوا في مكان واحد 350 ألف منهم يعني أكثر من تسعيف في الماتة قريبا يذهبون إلى مدينة ترابزون على البحر الأسوى التحديد ولماذا لا يذهبون إلى إزمير؟ ولماذا لا يذهبون إلى أنطاليا؟ ولماذا لا يذهبون إلى مغلة؟ كل دي مدن ساحلية وفاها شواطئ؟ فالدراسة قالت أن ترابزون كمدينة تركية تمتاز بأنها مدينة إسلامية محافظة كل مرة تنتخب أردوغان غالبية النساء فيها محجبات لا يباع الخمور في فنادقها إلا نادرا أو في حاجات محددة والنساء في ترابزون محافظات والسكان وكذلك لأن في الأقر أن أضولي أما إزمير فإزمير مدينة علمانية تعلمون أن أزمير ومغلة هذه المناطق على البحر المتوسط كل مرة تصاد ضد أردوغان لم ينتخبوا أردوغان أبدا على طول دي يعني ولايات تصويتها إيديولوجيا علمانية لو هتراشرح من ضد أردوغان هينتخبوه ولا ينتخبوه إيه؟ أردوغان فهناك بقى الشواطئ والميوهات والبكيني والمشعارة إيه والخمرات والكباريات والكبات فالدراسة قالت أن السعوديين بيأنفون من التوجه لهذه المدن بسبب طابعها العلمان الغربي ويذهبون إلى ترابزون بسبب طابعها الإسلام فضل النفاع الشواطئ طبعا وجميلة وفيها جبال وبحيرات وخضرة وكذا يعني هتقدر تقول السعودية بلد سحراوي أو يغلب عليه الطابع للسحراوي ترابزون بلد كله قائم على الخضر ما كنا في مصر وإحنا في ودي النيل بلاد زرعية فما ذهبنا إلى السحراء الغربية كان بالنسبة لنا السحراء الغربية لحاجة إحنا ماشينا في السحراء فالسعودي بالنسبة للمات يسير في الغابة دي حاجة تجربة مدهشة طيب إيه دم بقى الصورة الشائعة إن السعودين جايين تركيا عشان خمرة وكذا طلعت خطأ تماما وهذا يعني يجعلنا نستوقف إنه كم الحملات الإعلامية على الشعب السعودي المسلم لتشويه إنه بتاع نسوان ولا بتاع خمرة ولا كذا ولا البت اللي طلعت المرقبة اللي راحت حضرت الرجل المغني ده اسمه مجد المهندس ولا ولا كل يشوفه بقى كم الضخ كي يجعلك تنفر من أخوك المسلم السعودي أو تنظر إليه بشمئ زهز أو تنظر إليه على أنه أقل أو دونية أو فاسد أو أخلق من حل في حين لما أجريت دراسة علمية تباين نتيجة عكس لكن الإعلام يريد إنه هو يشوي زي ما بيريد إنه أن يشويه الشعب المصري المسلم كيف تشوفت اللي في كل أفلامات السينما اللي عسكر الصليب أنتجوها هذه السنة كل المسلسلات حتى أفلام الصعيد اللي هو نصر الصعيد بتاع محمد رمضان ده الله ينتقى منه ويحرقه بجاز طلع إنه الصعيد إيه بتاع نسوان والتحكزه ويزني ويرتكف بالفواحش والعادة باللي حاجة مؤرفة وإن هو ده نموذج الصعيد إساءة للمسلمين في الصعيد وفي مصر حاجة يعني أعودوا بالله فهذا الذي يكره طيب الدراسة تساءلت هؤلاء السعوديون طبعا لما نقول إنه 400 ألف سعودي يأتون إلى تركيا سنويا يعني تخيل إن سكان السعودية كلها تقريبا 30 مليون يعني بتتكلم إنه حوالي 3% من سكان السعودية وده رقم كبير 3% من سكان السعودية يأتون تركيا سنويا يعني تخيل إنه كل 100 سعودي ماشيين في الشارع 3 منهم أتوا تركيا هذا العام فطبعا هم قالوا طب السعودين بقى يجي يجي تربزون بيعملوا إيه فقالوا فتحوا شركات وفتحوا استثمارات وأصبحوا ملاك العقارات وشواء وفنادق وكده وأصبح النشاط التجاري والصناعي السعودي في تربزون قوي جدا ويعتبر السعودين هم مكتشفوا تربزون حتى نعوز أزورها يعني لأنه قال لك مثلا في عام 2013 يعني من 5 سنين مضت لم يظهر تربزون سوى 30 سائح سعودي وبعد ذلك بقى ألف وبعدين بقوا 200 ألف وبعدين بقوا كذا ففهم السر في هذه المدينة نفسي بقى ريف سأروح أذهب قيل أستطلع أنا ما يعنيش بحر وكلام من هذا القبيل يعني نعماش بقى أنا مترع فأذهب إلى تربزون ونشوف إيه إيه الوضع في تربزون يعني بإذن الله إن شاء الله بقى الصف الجاي المهم طيب السؤال لماذا السائحون السعودين يأتون إلى تركيا لماذا يذهبون إلى دولة أخرى الدراسة أجابت على هذا وقالت أنه 400 ألف هؤلاء كانوا قبل ثورات الربيع العربي جزء يذهب إلى مصر وجزء يذهب إلى تونس وجزء يذهب إلى لبنان فلما حصلت الثورات العربية المسلمين في العام العربي قاموا بثورات وكذا فكانت النتيجة للطرابات والقلق النهاردة ممكن السعودي يروح في مصر يتسيري يتقلب يحصله اللي يحصله أو يروح في لبنان حزب الله يديله ألمين دتاع وهكذا فأصبحت الوجهة الإسلامية للمسلمين السعوديين هي تركيا بشكل أساسي وقالوا أنه السائح السعودي أو الأسر السعودية المسلمة إذا ذهبت إلى فرنسا بترى مناظر مسيئة لا تريد أن أبنائها أو بناتها يشاهدونها لكن عندما يذهبون إلى ترابزون بيجدون الأمور محافظة وكذا الدراسة حدثت أنه كيف يمكن تقليل إقبال السعوديين على يجبتها بشكل كده يعني ليه التركية فقالوا أنه وده سيفسرنا حاجة حصلت السنة دي أنه مواقع التواصل الاجتماعي هي لعبة الدور الكبير في تعريف تركيا يعني فيسبوك وتويتر وليتيوب هم الذين عرفوا ورواجوا لتركيا في العالم العربي والمسلسلات التركية وليست القنوات التلفزيونية لأنه إذا نظرت إلى تركيا للأسف الشديد لن تجد للحكومة التركية أضرع إعلامية في العالم العرف وده خطأ طبعا وخالل لكن هتجد أنه فيه نشاط على وسائل التواصل الاجتماعي ما رده أفراد يعني الناس اللي بتتصوروا تقولوا أننا نحنا تركيا أو أنا بذهب إلى المكان الكولاني وأقول أنا أحدثكم من كده يعني كل ما واحد مسلم يذهب إلى مكان في تركيا ويتصور وينزل صور وده عمل ترويج كبير جدا لتركيا كوجهة سياحية وبلد مسلم محافظ ومجتمع تعرف تعيش فيه أريحي فقالوا إحنا وجدنا أنه أحيانا بتحدث مشاكل شيء طبيعي أنه 400 ألف يأتوا تحدث مشاحنة مع سواء تاكسي تحدث كذا فقالوا أن ده أدت إلى أزمات ولكن الحكومة التركية كانت تتغلب على ذلك بأن هي بتعتذر للسائح الذي جرى خطأ في حقه وكانت بتعرض عليه أو بتطلب منه يأتي تركيا مرة أخرى على نفقتها فكانت بتزيل فورا الأثر السلبي للحوادث الشابة التي حدثت الخلاصة أنا حقيقة لما قرأت هذا البحث انبسطت جدا ليه؟ لأني أحب العلم وأحب لغة الأرقام واللغة الدقيقة ما أحبش بقى ما أحب يقول لك ما تجي تسأله إي واحد حالا لو قامت حرب من مصر وتركيا جماعة الإخوان المسلمين هتقف مع مين؟ ما أحب يقول لك طبعا مع تركيا لأنها جماعة إسلامية وتركيا بلد إسلام ده عبيد تقول له طب تفضل مش هل درسته؟ لما تجي تدريت بقى من هم قيادات الإخوان؟ من يمول الإخوان؟ ماذا يحدث داخل الإخوان؟ ماذا يقال داخل الأسر الإخوانية؟ وتجي تجري دراسة علمية تعرف أن يوم الحرب تقوم وده نقص له حلقة أخرى هتلاقي قيادة الإخوان حتى اللي مقيمة في تركيا محمود حسين ولا هؤلاء السلام عليكم ليه؟ لأن السعودية هي المسؤولة عن حركاتهم فالسعودية هي التي ستحدد موقفهم من الحرب التي بيخطط لها حاليا بين جيش السيسي وتركيا المسلمة ومش الحكومة التركية وللآسف الشديد وهذا سر تأخر المسلمين وهذا سبب سقوط حكم الإخوان المسلمين في مصر وسر كورسنا في العالم الإسلامي نحن بأخذ بالانطباعة السعودين جاءين تركيا عشان الخمرات والميوفات والمشعارف عين كلام عبير السعودين بيروحوا مصر عشان شارع الهرب لكن شبه قال السعود عملية عملية دراسة أرجو مشاهدين أن تكون السورة قد وضحت وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وأبرك